وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبطات بلغت 170 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 82 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت تم تم ضبط 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خفز ناقص الوزن و186 قضية خفز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فتم الضبط 42 قضية بمضبطات بلغت قرابة 370 طن ترجمة نانسي قنقر